موسيقى تمكنت قوة الجيش الوطني فجر اليوم من دحر ميليشيا الحوثي الإيرانية من أجزاء واسعة من البلق الشرقي جنوب مأرب وسيطرت على عدة مواقع في جبهة الرملة وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نفذت عملية التفاف ناجحة وضيقت على ميليشيا الحوثي الخناق في الجبهات الجنوبية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح فيما لا تزال المعارك متواصلة لتطهير كامل مواقع البلق والمناطق المحيطة به وكانت قوات الجيش والمقاومة شنت يوم أمس هجوما واسعا تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعى مأرب بمساحة تزيد عن عشرة كيلومتر وفق ما أورده المركز الإعلامي للقوات المسلحة في غضون ذلك حققت الوية العمالقة تقدما جديدا في عدة محاور بجبهة حريب وأصبحت على مقربة من الالتحام بقوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة ملعى وسطا تخبط وانهيار في صفوف الميليشيا الحوثي الإيرانية لقي عدد من قيادات ميليشيا إيراني الحوثية مصرعهم في وقت متأخر من مساء أمس ودمرت عدد من الأطقم والذخير في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غرب وجنوب مأرب وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت اجتماعا لقيادات في ميليشيا الحوثي الإيرانية بجبهة صرواح غرب مأرب وأسفرت الغارات عن مصرع جميع من كانوا في الاجتماع وأشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة إلى أن مقاتلات التحالف دمرت ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة حريب وقتلت جميع من كانوا على متنها اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العرابية العميد الركن ترك المالكي بان قيادات القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتين مأرب والبيضاء الى مديريات حريب وعين وبيحان وعسيلان ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من مساء اليوم السبت حتى اشعار اخر باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف اي تحركات على هذه الطرق كما طالبت تحالف من المواطنين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظا على سلامتهم اعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية مصرع اكثر من ثلاثمائة وثلاثين عنصرا حوثيا في غارات لمقاتلاته خلال الساعات الماضية في محافظتي مأرب والبيضاء وقال التحالف انه نفذ ستة وثلاثين عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب اسفرت عن تدمير اثنين وعشرين آلية عسكرية تابعة للحوثيين ومصرع اكثر من مائتين وخمسين عنصرا ارهابيا وفي البيضاء نفذت مقاتلات التحالف اثنتين عشر عملية استهداف اسفرت عن تدمير سبع آليات عسكرية ومقتل اكثر من ثمانين عنصرا ارهابيا حوثيا تجددت المعارك اليوم بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في محافظة تعز وقالت قيادة محور تعز ان مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الايرانية في جبهات شمال شرق مدينة تعز واوضح المحور ان المواجهات لا تزال مستمرة وقد استخدمت فيها اسلحة ثقيلة وتأتي هذه المعارك بعد اقل من اسبوع على اعلان التحالف العربي بدء عملية حرية اليمن السعيد في كافة الجبهات والمحاول قال المرصد اليمني للالغام انه وثق خلال الاسبوعين الماضيين مقتل واصابة العشرات من المدنيين والعسكريين في انفجار الغام زرعتها ميليشيا الحوثي غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب واوضح المرصد اليمني للالغام في منشور على فيسبوك انه رصد سقوط ثمانية وثلاثين قتيلا واصابة اكثر من خمسين اخرين خلال النصف الاول من شهر يناير الجاري واشار المرصد الى ان جميع الضحايا سقطوا بسبب الالغام الحوثي الكثيفة التي زرعتها الميليشيا في مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب ادان مجلس الامن الدولي يوم امس استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز السفينة الاماراتية روابي وقال ان تزايد الحوادث والهجمات قبالة السواحل اليمنية تشكل خطرا كبيرا على الامن البحري وطالب مجلس الامن في بيان اصدرته رئاسته الحالية بالافراج الفوري عن السفينة وطاقمها واكد على ضرورة ضمان سلامة طاقم السفينة ورعايتهم لحين اطلاق سراحهم ودع البيان الاطراف الى حل هذا الموضوع على وجه السرعة وشدد على اهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الاحمر بما يتماشى مع القانون الدولي قال رئيس هيئة مستشفى سيون العام الدكتور انيس عيديد ان اكثر من 271 الف مريض ومريضة استفادوا من الخدمات الطبية والعلاجية بهيئة مستشفى سيون العام خلال العام الماضي 2021 واشاد عيديد بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وبالوادي بالقطاع الصحي من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية منها المبنى الاكاديمي التعليمي الذي سيفتح افاقا صحية جديدة للهيئة الى جانب احتضانه لطلاب كلية الطب والعلوم الصحية لتطبيق مهاراتهم العلمية والمعرفية بما يسهم في الارتقاء بالمجال الصحي على صعيد وادي وصحراء حضرموت اشتركوا في القناة